حيوان تاني برضو ريكي بمكين تاني برضو انت يا غبيه اللي اسمك عواضين انا مش ايلك متى الف مرة محد الشركة بمكيني طول مالا مش موجودة انت هي يا شيخ غني ممتفهمش دي عربية الاساس رافت مدرس العربي جارنا ونسي حاجة وطالع اجيبها ونازل على الطول اطلع يلا يا غبي اندع له بسرعة اجيهو انا اسف انا نسيت الموبايل والت اطلع اجيبه وانزل بسرعة وانا مالي اتحمل للا تيجي تنسيانك قولت لحياتك انا اسف محصلش حاجة لا حصل وطول ما انا مش موجودة هنا محدش يفكر بس يهوا من حيات مكاني المكان لحياتك بتكلمي عليه ده مكان في الشارع يعني مش مكانك اصلا احنا زوقيا مننا سايبين وحديتك تركني فيه زوقيا منكو؟ لا ده غصب من عنك ورجلك في قراءاتك لا 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 هليك زودتيها قوي مش عاجبك اغبخ دماغك في الحيت راجل غابي صحيح طب انا انا مش هخارك العربية وليه كلام مع الراجل بتاعك تعالي هنا زفت عارف لو ليت حدرك المكاني تاني مرة حاطع خبرك وحديك بالجذب على افك تفهم؟ قور يبك حول الله رب عنوارا كلها اخبية لو سمحت تندهيلي المقدم هشام نقولوا مني فاندو انا رأف اتجاركم ثانية واحد الله 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 انت جيت اهو؟ والله بقى انت جيت اسبانيا على بيتي بيه عشان تشتكيني لو سمحت باب المناشة تقفل معاك باب المناشة ولا حتى باب زويلة ارجو انكتراعي ان انا واقف على باب بيتكم والله محدش قالك تجي بيتي ايه ده؟ في ايه؟ مفيش يا حبيبي اصلوا راكم ما كان يوزعلان اني بعجبه هو التهزيل اللي انا اخدته قدام باب البيت قدام الجيران قدام بنتي الصغيرة وقدام البواب ده عتب ورغم ذلك انا اتأسفتلك والله لازم تتأسفه رجلك فور عابتك عشان تبقى عبرة لبقية العمارة شاهد يا شام به انا بعد اذنك انا هعمل محضر في الاسم خشي جوا يا منال لا خليه كده يروح يعمل محضر في الاسم ويريني ازيه هيخرج من الاسم اسيسا ما تبقص بقى يا منال انت بتتشاطر علي انا بقى لو تخولي حقلي منه بطل بقى دوا ضعيف الشخصية اخلاصي اخلاصي يا شيخة خرم عليكي ايجي ايه؟ خشي جواهوها اخلاصي باقي ملسي ده نايمة تزعيش حشان خطري اهلا يا عمي اهلا يا سيفي ابني تك حماتي شألة تسلم يا ابن تده كسام تمالكوا عديك ده ريه؟ لا أبدا يا ابني أصل انتو حشتونا قلنا نيجي نزوركم طي حيانا جاي مرحق جدا جدا مش عمل كان بو ادعت معاكم بيت بيتكو يا عمي هاي زوال خير استنى يا سيف يا ابني عايزك في كلمتين خير انت مزع المراتك لي يا اشتكتلك الحقيقة ما اشتكتش ولا حاجة بس فتفاضت لمامتها فتفاض ده ما عايزها بس انا بقى ما بحبش حد اتدخل لبيني ولا بي المراتي ايو بس انا بو وانا جزء وكلمتين تمشي عليها شارعا وقارنة ومن الاخر كده انا ما بحبش حد اتدخل في المسائل الشخصية يا ابني انا بعمل للمصلح ومتهال ان انا كبير وفعل مصلحة كويس وخلينا نشوفكم صباح الاخير باركول يا رجالة الله يباري فيك يا حبيب عليك يا طهر ماذا هتتجوز اللي يا عمي طهر عمي طهر ده عهد ومضى من النهار ده استاذ طهر اكيرا واقفوا عليها المتدرب في جوردان جديد ولو فلحت عيانوني فيه وابقى شعر وصح في قد الدنيا ربنا يكرمك يا الله وشوفك شعر كبير كده زي احي المنشاوي قوله امين يا رب امين يا رب امين يا رب امين يا حي المنشاوي انا انا افضل ولا اعرف مبروك يا طهر وربنا انت من ادم تستهل كل خير لانك سوب يوتفل ومن جوه ميري كليل ده العشن برضه صاحب واسمه ايه الجوردان ده يا طهر اسمه لا اسمه ايه شبح بطريقتك نو يس حبيب وده طبعا جوردان معارضة انت عارف يا صاحب انا مليش غرف المعارضة ادور على المعارضة فين؟ وفي ضهراء على طول وش ايه وضهر ايه انت مزهيتش من السياسة دي مزهيتش من قلة القيمة الحبس والضرب والكلام ده كله هقول لك ايه انت مش فهم هيجي يوم عليك انت قل ازاك وهتقوله والله كان عندهم حق وطوله عمرنا معاهم معاك حق يلا يا طهر وبعدين انت هاد ملك يلا بتقتم عليه كده ليه ملك يلا لا ده طهر ده حبيبي انا باخد ودي معافك الكلام يعني حبيبك هو انا معلم الف مبروك ربنا يا كريمك يا رب واشوفك كده زي اولادي مبروك يا طهر انا افليك على حبيبي يلا كفارة ايهاف تجوبة يا جدعان يعني كده على فين؟ اروح الغردقة الطيارة بتاعت هتقوم بعد ساعة عند هلف هلف؟ اصل امراضي البولندية جاة ومصرف رحلة على جاية عندها ايه كفار للشار يعني عندها امراض الشايخوخة بيد عنك وجاية مصر تتعالك يعني ادعولي بقى كده ربنا يكرمني واخدها عشان الله 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 ليه كده يا عم كده يا ادم عشان تخلص واورسها واتجوز واحدة تانية واسرف على الاولاد والعجلة تمشي وانعمل مبادئ حبيب قلبي اشوفوشك على اخير يا ادم ما اتوحاشنا يا صاحبي يلا مبروك يا طار حبيب الليت يا صاحبي سي سوء اذا كان سي واي سلام يا مينا يلا سلام يا حبيب بصراحة باباكي مع حق فكرة الرهبان دي يا نانسي كانت هتبقى هروب هروب ازاي يعني تحبف ربنا يا ستي ما قلناش حاجة بس انت مش دارية انت كت في ايه انت وريتين الويه للفترة اللي فاتت كان عندك انكر لموت جو بشكل غريب ليه بتفكريني بس لازم تفتكري وتعيش حياتك على الاساس ده من النهاردة ما تعمليش بقى زي النعامة وتدفيني راسك في الرمح انا بعمل كده ايوا بتعملي كده بس لما بديتي تستوعب الحقيقة خفتي وكنت عايزة تهربي حتى موضوع الرهبانة ده كان هروب بصي زي بنات عندنا كده فجأة يتصيدنوا فيكرروا يلبسوا الحجاب بعد فترة يحسوا انهم تسرعوا بصي مش عايزة افتي انا عرف ان الرهبانة دي مسئولية كبيرة اللي تاخد القرار ده لازم تبقى متأكدة منه مليون في المية عندك حم طب يا ترى عندك كمان اللي اقتنعة ده مش عارف انا كنت اللي انا عرفانة جوا حشني ايوا وحشني لدركة اني بجد ساعات بحس انه عايش بس الساعات تانية اول ما بعيد وملاقش ايده بتمسح دموعي زي ما عودني بتأكد انه مت راح بس هيفضل عايش جواي عارفانة انا ساعات باصحة من النوم بحس اني شمر احده كأنه كان حوالي احساس طبيعية نانسي انت كنت متعلقين ببعض قوي بس اخدي بقى نصيحة من صاحبتك ما تخديش اي قرارات الفاترة دي غير لما تكوني مقتنعة بيها بدل ما تورطي نفسك في مواضيع ترجعي تندمي عليها بعدي بس انا مش هارف ارجعيش زي الاول صدقيني بصي الشغل هينسيك كل حاجة اشغلي نفسك بالشغل مع الشغل ان شاء الله كل حاجة تعدي اشتركوا في القناة